موسيقى ويتكرر المشهد مرشحون جمهوريون يقفون على مسرح المناظرة الثانية بغياب المرشح الجمهوري الأبرز دونالد ترامب الذي قرر وعلى غرار المناظرة الأولى عقد حدث خاص به هذه المرة في ولاية ميشيغن وفيما ينهمك الجمهوريون بمناظرتهم يتخبط الديمقراطيون في مستنقع التجاذبات السياسية بعد اتهامات بالفساد بحق أحد أبرز الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتر بوب ماننداز وكأن هذا لم يكن كافيا لإفقاد الديمقراطيين توازنهم فعمد الجمهوريون إلى افتتاح إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا في مجلس النواب في ظل استطلاعات للرأي أظهرت تراجعه بعشر نقاط أمام ترامب فما جدوى المناظرات الرئاسية بغياب المرشح الجمهوري الأبرز عنها لماذا تراجع بايدن في استطلاعات الرأي؟ وهل يؤثر بدء إجراءات عزله واتهام أحد حلفائه بالفساد على أدائه؟ أنا رانا أبتر أهلا بكم إلى برنامج تقرير واشنطن لمناقشة هذا الملف أرحب ضيوفي هنا في استوديو المستشارة السياسية الدكتور روني كار معي أيضا مدير تحرير الموقع الإلكتروني راستوري ديف لفنثال عبر تقنية زوم ينضم إلينا المعلق السياسي ومقدم برنامج في أل آي نيوز راديو جاي أليفر أهلا بكم معنا بداية نستمع إلى بعض ما قاله الرئيس السابق دونالد ترامب في لقاء ميشيغن الانتخابي وإلى أبرز إجابات المرشحين خلال المناظرات الثانية ثم نبدأ هذا الحوار المؤ vielä ك Lat codedغو لک這個是اomaever لم يتوقع المتمع لم ي whatever they wanna do anything they want a dork thing Maybe even say vp I don't know does anybody see any vp in the group I don't think so thanol trump is missing in action He should be on this stage tonight He owes it to you Donald trump failed on this as well He said he was going to build a wall across the whole border he built 52 miles in wall and said mexico would pay for it guess what WELCOME TO THE CO chest because red light, I think if Mexico knew that he was only going to build 52 miles, they might have paid for the 52 miles. Honestly, every time I hear you I feel a little bit dumber for what you say because I can't believe they hear you got a TikTok situation. What they're doing is these 150 million people are on TikTok. That means they can get your contacts, they can get your financial information, they can get your emails, they can get text مج抵规اتيات. ل熟んで الحصول君 . م 있기rate II can't get al all these things. THIS IS VERY IMPORTANT FOR OUR PARTY. AND THIS IS VERY MUCH IMPORTANT FOR OUR PARTY. I AM GLAD VIVEKA PULLED OUT OF HIS BUSINESS DEAL, IN CHINA. THAT WAS ABOUT TIME HE DECIDED TO START VOTING IN PRESIDENTIAL ELECTIONS. IT BECAUSE things is a evil dictator. IT DOES NOT MEAN THAT UKRAINE IS GOOD. THIS IS A COUNTRY THAT HAS BANNED THAT 11 OPPOSITION دكتور كار استمعنا إلى المناظرة إلى هذا الجدل المحتدم أولا أريد أن أسمع رأيك في هذه المناظرة لا شك أنه كان نقاشا حادا لكن كل مرشح كان يحاول أن يتخذ المواقف ويستحوذ على الوقت على الهواء لإثبات قوته ومقدرته على رد بسرعة وبأنه الأفضل فشق كبير منها كان مجرد مواقف وإظهار جانب درامي ديف وهذه نقطة طبعا استمعنا إليها من كثيرين يعني لا يبدو بأن هناك نتيجة تذكر أو موقف يذكر في هذه المناظرة بسبب هذا التلاسن الحاد هل توافق مع هذا؟ نعم بالفعل بدأ الأمر مشابها لتلك الحالة عندما نكون في السيارة نستمع إلى المذياع وتصلنا إشارتان مختلفتان على الموجة نفسها ولا يمكننا أن نسمع شيئا هذا ما حدث عدة مرات خلال المناظرة لمحاولة المرشحين الاستحواذ على وقت البث الثمين لأنهم جميعا في الموقف نفسه حاليا فهم متخلفون عن دونالد ترامب بفارق كبير علما بأنه يتقدم بخمسة وثلاثين أو أربعين أو خمسة وأربعين في المائة على أي مرشح آخر لذا يجب أن يقوموا بأي شيء في هذه المرحلة وهم بالفعل أصبحوا يائسين لتحقيق نتائج أفضل مما فعلوا حتى الآن والتي لا تعيد بشيء جاي تقييمك للمناظرة؟ الأمر الوحيد الذي كان مفقودا هو على الأرجح جيف بروبس مضيف برنامج السيرفايفور الذي تم بث أول حلقة من موسمه قبل ساعة من المناظرة والذي كان يجب أن يستضيف هذا النقاش أيضا كل مرشح كان يتنافس للتقدم على الآخر واحتلال مكانه وهذا ما كانت عليه المناظرة مساء أمس لم يكن هناك أي أمر ذات أهمية أو أي محاولة للاقتراب من المواضيع المهمة بالنسبة إلى الشعب الأمريكي والتي تتمثل بالسياسات الحالية التي يجب أن تتغير ودكتور كاربي رأيك لماذا هذا التقييم للمناظرة ما هو سبب هذا التلاسن الحاد وعدم التركيز على القضايا في مناظرة مهمة جدا للكثيرين من المرشحين الذين يقفون على المسرح في الأصل إن المشاركة في المناظرة هي فرصة للأمريكيين لكي يطلعوا على أفكار المرشحين وبرامجهم الانتخابية المحتملة لكن بسبب اعتياد المجتمع الأمريكي الحصول على تغريدة أو حتى عنوان لافت لزيادة عدد المتابعين بدلا من إظهار جوهر المحتوى ولإثبات بأنهم أفضل المرشحين فإنهم يختارون العناوين المثيرة للجدل التي تظهرهم كمعاصرين ويستطيعون مواجهة أي تهديد يزعزع ثقتهم بدلا من التحدث عن القضايا الحقيقية التي نهتم بها من أجل التصويت لهم وربما ديف خير مثال على ما تتحدث عنه دكتور كار هو ما قاله كريس كريستي حاكم نيوجيرزي السابق عندما عمل جاهدا كي يصف في نهاية المطاف دونالد ترامب بدونالد دك وهذا كانت لحظة مثيرة للاهتمام في هذه المناظرة هل هي مجرد العثور على أمر يمكن للمرشح أن يشاركه في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هذا هو الهدف؟ نعم الأمر الوحيد الذي رأيناه في هذه المناظرة أكثر بقليل من المناظرة السابقة في أغسطس الماضي هو أن المرشحين على المنصة كانوا مستعدين لمهاجمة دونالد ترامب والتصريح بأمور سلبية عنه في مستوى لم نراه منذ شهر وهذا بالفعل يشير إلى الوضع الذي هم فيه إذا لم يستطيعوا التغلب على دونالد ترامب عبر التصرف مثله وجذب المصوطين من خلال تقليده أو إظهار نسخة جديدة وأكثر عصرية وسنا عنه فليس لديهم أي خيار آخر عدا عن مهاجمته وهذا ما قام به كريس كريستي ورون دي سانتس أغلب المرشحين في وقت ما قاموا بمهاجمته وأعتقد أنه في المستقبل سنرى هذا السلوك أكثر فأكثر مقارنة بالاتجاه الآخر طبعا والجاي هذه نقطة مثيرة للاهتمام أنه فعلا رون دي سانتس مثلا في حاكم ولاية فلوريدا تحفظ في السابق عن مهاجمة أو انتقاد ترامب بشكل مباشر هل تعتقد بأن هذه استراتيجية ناجحة للمرشحين الجمهوريين أن يهاجموا دونالد ترامب؟ أتعلمين الأمر المثير للاهتمام مع التقدم الهائل الذي يملكه ترامب على هؤلاء المرشحين يجب أن نسأل أنفسنا عن مدى صدق المقاربة التي يعتمدونها على المسرح أو بتعبير آخر ما هي النقطة التي يحاولون التوصل إليها أعتقد أن العديد منهم قد أدركوا بأنهم لن يصلوا إلى البيت الأبيض لكن قد تكون هذه فرصة رائعة لكي يظهروا أمام الشعب الأمريكي ويعرفوا عن أنفسهم للمستقبل ربما يمكن اعتبارها نوعا من تجربة أداء كمرشح أو كمعلق رئيسي في شبكة إعلامية نتساءل عن طبيعة هذه المقاربة واستنادا إلى نتائج التي رأيناها بعد ساعتين يجب أن أقول لكي لست متأكدا حتى الآن من عقلية كل فرد طبعا هنا دكتور كار إذا ما أردنا أيضا أن نقيم سبب هذا الأداء يعني المختلف عن المناظرة الأولى المناظرة الجمهورية الأولى تمكننا من الحصول على بعض المواقف من المرشحين مثل نيك هيلي على سبيل المثال التي تقدمت للغاية ما بين المناظرة الأولى ووقت المناظرة الثانية لكن غياب أيضا تركيز على قضايا معينة هل يمكن أن نقيم من خلال هذا دور المحاورين مثلا في المناظرة؟ يلعب المحاورون دورا في المناظرات لكن بسبب تركيز المرشحين على صورتهم وظهورهم بموقف قوي وقدرتهم على تلقي الانتقاد فقد غطوا على المحاورين كان لدى المحاورين بعض السلطة وكان من المثير للاهتمام رؤية المحاور الرئيسي الذي كان متأنيا جدا فقد استطاع التحكم بالوضع أكثر من الآخرين لكن المرشحين أصروا على تخطيهم لإثبات وجهة نظرهم وتعزيز موقفهم بدلا من الالتزام بالقوانين وديذ ونحن نشاهد طبعا المناظرة كان هناك الكثير من القضايا التي حاول المحاورون ترخها على المرشحين إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز ربما هذه الملفات استمعنا إلى المنافسة مع الصين والاتهامات التي استمعنا إليها لرامس مغامي بدلوعه في ربما صفقات مع الصين أيضا كان هناك الموضوع الأوكراني وهذا الموضوع هو جدل محتدم أيضا اليوم في الكونغرس ما رأيك بمواقف لو أعطيتني فكرة عن مواقف المرشحين المتناقضة في هذا الملف وكيف تؤثر على الجدل؟ لا شك أنها تؤثر قليلا رغم أننا عندما ننظر إلى المرشحين الثمانية السبعة الذين كانوا على المسرح إضافة إلى دونالد تراب ليس هناك فوارق كبيرة بين المرشحين بالطبع يختلفون بالرأي على نقاط معينة في السياسة الخارجية أو في الاقتصاد أو نمو الوظائف وفي قطاعات عديدة أخرى لكن عندما ننظر إلى الأساس إن التناقض الوحيد البارز هو بين المرشحين من الحزب الجمهوري الذين يتنافسون حاليا وبين جو بايدن المرشحي من الحزب الديمقراطي والرئيس الحالي والذي من المؤكد أنه سيواجه أحد هؤلاء المرشحين على الأرجح دونالد ترامب أو ربما غيره في إطار الانتخابات العمومية لذا أعتقد أنه بالنسبة إلى المصوطين الجمهوريين وخصوصا الذين سيصوطون في الانتخابات الأولية في عدد من الولايات الأولى مثل آيوا ونيوهامشير وكارولاين الجنوبية حيث لدينا هذه المنافسة بين الولايات الخمسين للوصول إلى مرشح نهائي عن الحزب الجمهوري فهم يجب أن يعيروا انتباههم لهذه الفروقات القليلة لأنها مهمة لاتخاذ القرار بالنسبة إلى الناخب من الحزب الجمهوري فمن تريد أن تدعم حاليا؟ هناك بالطبع دونالد ترامب لكن ما زال هناك وقت للوصول إلى تلك الانتخابات ولهذا السبب يتم تنظيم هذه المناظرات حاليا طبعا لا يزال هناك وقت لكننا نتحدث عن الانتخابات وأنها تجري غدا بسبب كل هذه الأجواء الحامية للانتخابات الرئاسية والتشريعية وهنا أنتقل إليك يا جي لأتحدث أو لأطرح السؤال الذي طرحته المحاورة في نهاية المناظرة سألت كل المرشحين ما هي الاستراتيجية اليوم؟ ما هي المعادلة التي تعتمدونها للانسحاب ربما من السباق؟ بما أن ترامب هو اليوم في الطليعة هل سيبقى كل هؤلاء المرشحين في السباق الرئاسي؟ ومن سينسحب أولا؟ ما هو رأيك بهذه المقاربة؟ أعتقد في الحقيقة أن رون دي سانتس قد قدم الإجابة الأفضل لأن استطلاعات الرأي لا تعكس سوى لحظة زمنية محددة والأمر يعود إلى يوم الانتخاب الفعلي أو حتى قبل ذلك فيما يتعلق بالناخبين لكي يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويدلوا بأصواتهم أعتقد مساء أمس يمكن القول بأن الحاكم قد فاز بالمناظرة وإن لم يكن بشكل بارز برأيي ونتحدث هنا عن رون دي سانتس كما يمكن بالتأكيد القول بأن دونالد ترامب قد فاز هذه الليلة أو حتى أن الرئيس الحالي قد فاز جو بايدن أردت أن أسمع عن السياسة والاقتصاد لم أسمع أحد يتحدث على سبيل المثال لم يذكر أحد هذا الموضوع لماذا أسعار النفط لدينا مرتفعة لهذه الدرجة؟ ما الذي سنقوم به حيال ذلك؟ كيف نقوم بخفض أسعار المنتجات الغدائية الرئيسية؟ كيف نعيد تحديد الحد الأدنى خصوصاً في زمن التضخم الاقتصادي؟ فكيف نحدده لكي يسمح بالعيش المحترم؟ كيف يمكن لأسرة مهما كان عدد أفرادها أن تؤمن أكثر من الحد الأدنى من الأجر الأسبوعي؟ أكثر من 61% من الأسر تعيش من أسبوع إلى آخر مع أجرها الأسبوعي من دون أي ضمان مستقبلي فكيف نصلح هذا الأمر؟ فأنا لم أسمع الكثير عن هذا الموضوع وهذا ما دارت حوله الأمسية أعتقد أن العديد من المشاهدين كانوا يتساءلون إذا انتهى الأمر بينك وبين دولاند ترامب فكيف ستقوم بحل المشاكل التي نراها حالياً في أمريكا؟ طبعاً هذه كلها النقاط مسيرة للاهتمام وسوف نتطرق إليها في السياق هذه الحلقة لكن أولاً لنتعرف على هؤلاء المرشحين الذين تهى أهلوا للمناظرة الثانية تقرير ثم نتوقف مع فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلاً بكم في القسم الثاني من برنامج تقرير واشنطن ما هي آخر استطلاعات الرأي الأمريكي حول كل من بايدن وترامب؟ وما هو رأي الناخب الأمريكي بالمرشحين الجمهوريين؟ نشاهد معاً حسناً حسناً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بشكل كبير ليس فقط على منافسيه الجمهوريين أيضا يتقدم اليوم على بايدن الرئيس الحالي وأستمعنا إلى خطاب طبعا ترامب في ولاية ميشيغن بالتزامن مع المناظرة كل الهجوم أو أغلبية هجماته كانت على جو بايدن وليس على منافسيه الجمهوريين دلالات هذا برأيك فيما يتعلق باستطلاعات الرأي أعتقد أنه لا يمكننا الاعتماد عليها كليا لأنها منحازة بسبب المنهجية للمشاركة في استطلاع الرأي وبأن مصير ترامب الحقيقي غير معروف حاليا فهل سيتم سجنه أم لا؟ هناك العديد من الذين لم يقرروا درجة ولائهم له هل من الأفضل لي أن أستغل استطلاع الرأي هذا لقول ما أعتقد أنهم يريدونني أن أقوله من أجل أن أبقى مناصرا له نوعا ما؟ أعتقد أن هذا يدل على اتجاه معين لكن أعتقد أيضا أن ترامب يستغل الوضع إلى أقصى حد وديف طبعا نتحدث هنا عن استطلاعات الرأي وكما ذكر الدكتور كار وأيضا كما ذكر جاي هذه الاستطلاعات ليست محقة في بعض الأحيان يعني نذكر مثلا ربما وزيرة الخارجية السابقة هيلري كلينتون عندما كانت متفوقة في كل استطلاعات الرأي على دونالد ترامب ثم فاز ترامب في نهاية المطاف بالانتخابات الرئاسية هل تعتقد بأنه يمكن الثقة اليوم بالاستطلاعات الأمريكية؟ لقد وصف زميل الأمر بأفضل طريقة استطلاعات الرأي هي صورة لإطار زمني محدد فهي تمثل ما يحدث اليوم أو بالأحرى ما جرى منذ أيام قليلة عندما تم تسجيل هذه الأراء لذا عندما تصدر نتائج استطلاعات الرأي يكون قد عفى عليها الزمن نوعا ما وينبغي إجراء استطلاع رأي آخر هذه طبيعة استطلاعات الرأي ليس هناك أي خطأ في ذلك وإذا كنا نعتبر نتائج الاستطلاعات على أنها تعكس فترة زمنية محددة فهذا أمر جيد لكن الاستطلاع الأهم بنهاية الأمر هو الذي تشارك فيه يوم الانتخابات إذا كنا سننظر إلى نتائج استطلاعات الرأي أوصي بالاهتمام ليس بالاستطلاعات الوطنية حاليا حيث يتم سؤال الناخبين هل تدعمون جو بايدن أم دونالد ترامب؟ أم هل تدعمون رودي سانتس أم تيم سكوت على دونالد ترامب؟ بل أوصي بالاهتمام باستطلاعات الرأي التي تجري في ولايات الانتخابات التمهيدية الأولى أي حيث سيتم الاقتراع فيها أولا لأن الناخبين في هذه الولايات سيمتلكون أول فرصة للتأثير على الانتخابات بشكل رسمي وتحديد مرشح الحزب الجمهوري وسنرى حاليا أن استطلاعات الرأي في أيوا وكارولاين الجنوبية نيفادا ونيوهامشير تبدو مختلفة قليلا عن الاستطلاعات الوطنية فدونالد ترامب ليس متقدما بفارق كبير في هذه الولايات مقارنة بأدائه على المستوى الوطني وبعض المرشحين مثل نيكي هيلي وفيفيك راماسوامي وغيرهم لديهم نتائج أفضل بقليل في هذه الاستطلاعات استمروا بمراقبة هذه النتائج لأنه خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستكون النتائج مهمة خصوصا مع تحديد أكثر للنتائج وعدم تفوق دونالد ترامب كما هي الحال اليوم في الواقع هذه نقطة مهمة جدا ديف لأننا أيضا عندما نرى شروط التأهل في المناظرة الثانية للحزب الجمهوري ذكر بالفعل هذه الولايات الأربعة يعني كان هناك أيضا ضرورة للتأهل في بعض استطلاعات الرأي في هذه الولايات التي تتحدث عنها وهنا جاي بالانتقال إليك طبعا نتحدث هنا عن ربما استطلاعات على صعيد الولايات المتحدة ويتحدث ديف عن استطلاعات متعلقة بولايات معينة ربما ننتقل إلى ميشيغن اليوم ميشيغن أصبحت فعليا هي ساحة صراع ما بين ترامب عندما تحدث في ميشيغن بالتزامن مع المناظرة أيضا جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي كان في ميشيغن قبل يوم وتحدث إلى عمال السيارات وهم طبعا هناك أضراب في هذه الولاية ما رأيك أو كيف تقيم دور هذه الولاية في الانتخابات؟ هل هي ولاية سوف تكون حاسمة ربما؟ أعتقد أن أهمية هذه الولاية ستعتمد على ما سيحصل في الإضراب وهذا ما يفسر زيارة جو بايدن ودونالد ترامب بعده بيوم هذه مسألة مهمة جدا مع تأثير الإضراب الهائل على الاقتصاد الذي قد يصل إلى خمسة مليارات وستمائة مليون دولار خلال فترة عشرة أيام هذا أمر ينذر بالخطر خصوصا في اقتصاد متزعزع أصلا إذن أعتقد أن زيارتك إليهما هي وعد خصوصا أنه نظرا للوضع الراهن فإن كل الأنظار متوجهة نحوهما بالطبع هناك العديد من الإضرابات التي قد انتشرت في مختلف أنحاء البلاد هناك إضراب الكتاب الذي تم الوصول إلى تسوية بشأنه خلال فترة تقارب الخمسة أشهر بينما إضراب المماثلين ما زال مستمرا هناك إضرابات أخرى في أماكن أخرى فهذا أمر مهم جدا من حيث معرفة موقف الشعب الأمريكي ومصير هذه الدولة فيما يتعلق بصناعة السيارات وما يعني ذلك بالنسبة إلى الشعب الأمريكي خصوصا وأننا نمر في فترات متداعية ودكتور كارر طبعا نحن ربما نتحدث عن هذه الملفات وهناك الكثير من الأمور التي تهم اليوم الناخب الأمريكي والتي غابت للأسف عن ربما الحديث في المناظرة الجمهورية الثانية لكن بالعودة إلى ما قلته عن موضوع ترامب ومواجهة ترامب لدعاوى قضائية وقانونية ومستقبل ترامب هل تعتقدين اليوم بأن الناخب الأمريكي يهتم بالأمور التي تؤثر مباشرة على حياته أكثر مما يهتم بمشاكل ترامب ربما القانونية؟ نعم دون أي شك فنحن نخلق أكثر حيال توفير الطعام وتعليم الأولاد في المدارس وتحمل نفقة سيارة تقاد بأمان وأعتقد أن ذلك يعود إلى الفساد والعديد من المناقصات وغيرها من الخدمات التي يتم توزيعها كما أعتقد أن الشعب قد اعتاد على هذه الحالة معتبرا بأنه يمكن للمرشحين القيام بما يريدون طالما أستطيع تأمين لقمة العيش لعائلته والعمل في وظيفة تسمح لي بتوفير بعض المال أعتقد أنه لدينا الكثير من الأدلة التي تظهر أن الشعب قد لا يهتم كثيرا بواقع ووضع المرشحين القانوني بل باحتياجاته الخاصة وبحماية نفسه وعائلته وعيش حياته الخاصة وديذ ربما إذا أردنا أن نتحدث مجددا عن المناظرة والوجوه التي رأيناها برأيك من هو اليوم لا نركز فقط ربما على ما حدث في المناظرة الجمهورية بنركز على الأداء العام لهؤلاء المرشحين برأيك اليوم من هو المرشح الأبرز بوجه ترامب إذا ما وضعنا استطلاعات الرأي جانبا عندما نتحدث عن ملفات محددة روندي سانتس يملك فرصة قوية يمكن أن نوافق مع القرارات التي اتخذها أو لم يتخذها بصفته حاكم ولاية فلوريدا لكنه يملك سجلا حافلا ونشطا لأنه لم يكن حاكما في السابق بل حاليا باختلاف بعض الأشخاص الذين كانوا على المسرح فهو يمكنه أن يقول انظروا في فلوريدا تحسن آداء الاقتصاد وهو أفضل من الاقتصاد الوطني لقد تعاملنا مع أزمة كوفيد-19 بطريقة مختلفة عن معظم الولايات إذن يمكن أن توافق أم لا لكن مجرد أنه يستطيع الإشارة إلى خطوات محددة قام بها بصفة تنفيذية وليس كسيناتور أو مشرع بل بصفته الرئيس التنفيذية لولايته فهذا يمنحه في إطار المناظرة حول الملفات تقدما على الآخرين الذين إما خرجوا من اللعبة أو هم ضمن لعبة السياسة والحكومة بطريقة مختلفة قليلا عن رون دي سانتس جاي هل توافق مع هذا التقييم هل تعتقد بأن رون دي سانتس هو ربما المنافس الأبرز لترامب أو هناك مقاربة أخرى بالنسبة إليك؟ أعتقد أن دي سانتس هو المنافس الأبرز وأيضا نيكي هايلي من النقاط الجيدة التي أشار إليها دي سانتس الليلة الماضية هي تعداد بعض الإنجازات الرائعة التي قام بها لولاية فلوريدا وقد وضع الولاية في تدفق متساون على الرغم من الأوقات الصعبة أعتقد أيضا بأنه أحرز نقاطا بسبب خلفياته العسكرية وخدمته في الجيش وبالطبع الإشارة إلى الاستعانة ربما بالجيش فيما يتعلق بالحدود أعتقد بأنه أحرز نقاطا عديدة من هذه الناحية لكن لا يجب أن نغض النظر عن السفيرة السابقة والحاكمة السابقة لكارولاين الجنوبية فقد برزت في المناظرة الأولى في ميلوكي في الثالث من أغسطس وأعتقد بأنها أحرزت نقاطا عديدة مساء أمس أيضا فعلى الرغم من أني قلت بأن دي سانتس قد فاز هذه الليلة في الحقيقة أعتقد أن دونالد ترامب قد فاز بها بشكل غير مباشر حتى إنه كان أفضل من جو بايدن لكن أعتقد أن هذين الاثنين بالنسبة إلي وفي هذه اللحظة إذ يتم الاستعداد للمناظرة الثالثة في نوفمبر أعتقد بأنهما يقودان المرشحين في هذه اللحظة ودكتور كاري بحكم طبيعة أعمالك كمستشارة سياسية لنفترض بأن أحد هؤلاء المرشحين الجمهوريين طلبوا منك أن تعطيهم نصائح في التعامل مع الكاميرات التعامل مع الأحداث ما هي النصيحة التي توجهينها لأحد هؤلاء المرشحين اختاري شخص ووجهي له نصيح الشخص الأبرز هو راما سوامي لأنه يستخدم أصابعه كثيرا وفي الثقافة الأمريكية يمكن أن يفسر الأمر وكأنه توبيخ فقد يعتقد الحزب السياسي أنه بسبب استخدامه المفرط لهذه الحركة ولأنه يتحدث بقوة إذا ما استمعنا إليه بأعين مغمضة نشعر وكأنه يحاول أن يفرد الرسالة فرضا مما يعني بأنه يحاول التحكم بك وقد يشعر الناس بأنهم لا يريدون أن يتم التحكم بهم فنن يستمع إلى ما يقوله هو إنسان ذكي يمكنه أن يتحدث جيدا لكن يبدو وكأنه يفرد رأيه ومتعالن لذا سيتوجب عليه تلطيف أسلوبه إبطاء كلامه التوقف عن استخدام أصابعه وكأنه يوبخ الجميع أعلم بأن هذا جزء من الثقافة لكن في أمريكا يبدو وكأنه على ما تتعجب أرأيت؟ قلت لك فإذا استطاع القيام بذلك قد يذهب بعيدا وذلك فقط بمحتوى نقاشاته ديف وأحد الرمسوامي كان هو أحد من الأحاديث التي استمعنا إليها طبعا في واشنطن أنه قد يكون من المرشحين لمنصب نائب ترامب نظرا لهذه الشخصية الفريدة من نوعها التي يتمتع بها هل تعتقد بأن هناك حظوظ له في الحصول على هذا المنصب؟ كلا لا أعتقد بأنه يتمتع بالصفات اللازمة ليكون نائبا للرئيس دونالد ترامب من كان نائب دونالد ترامب؟ مايك بينس الذي لم نتحدث عنه ولا حتى مرة واحدة في هذا النقاش لأنه شخص يمكن نسيانه نوعا ما بنهاية الأمر ودونالد ترامب يريد شخصا ممتثلا ولن يخرج عن الحدود ويدعو دونالد ترامب ليبرز في كافة الأوقات وفيذيك رمسوامي على رغم كل شيء لا يتمتع بهذه الصفات ويمكن أن توبخيه بإصبعك على ذلك أعتقد أن هناك مرشحين آخرين يمكن أن يشاركوا في هذا النقاش أي من سيكون المرشح بجانب دونالد ترامب لكن تفصلنا أشهر عن الانتخابات وهناك الكثير الذي يمكن أن يحصل ويتغير خصوصا مع القضايا الأربع الجنائية التي يواجهها ترامب فليس لدينا أي فكرة عن نتيجة تلك القضايا وتأثيرها على مصار حملة دونالد ترامب الانتخابية في 2024 وسريعا أود أن أشير إلى شخص آخر لم نذكره وهو السيناتور تيم سكوت من كارولاين الجنوبية لديه قصة قوية جدا إذ ولد فقيرا وعمل على شق طريقه وعاش الحلم الأمريكي نوعا ما بمعناه العميق كما هو المرشح الأمريكي من أصل إفريقي الوحيد في الحزب الجمهوري وشخص ذو وجهة نظر مختلفة حول العديد من الملفات خصوصا التي تتعلق بالفقر والعرق راقبوه لأنه يحرز نتائج جيدة في بعض من تلك الولايات الأولية وفي إطار الصناعة السياسية كما نسميها فهو يقابل الناخبين ويتوجه إليهم على مستوى أساسي مما يمنحه بعض الأفضلية على بعض المرشحين الآخرين فيبدو بمظهر السياسي ذي الشخصية المرحة والفوارة والإيجابية أيضا طبعا واتم سكوت هو أيضا معروف في الكونغرس بأنه يتعاون بشكل فعال مع أيضا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري طبعا نستكمل الحديث لكن أولا نتوقف مع فاصل أخير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار أهلا بكم في القسم الأخير من برنامج تقرير واشنطن مع انهماك الجمهوريين في المناظرات الرئاسية تزعزع توازن البيت الديمقراطي مع توجيه اتهامات بالفساد وتلقي الرشاوة للسنة الديمقراطي البارز بوب مننداز وتزامن هذا مع بدء جلسات استماع في مجلس النواب للنظر في إجراءات عزل بايدن فما هي تفاصيل قضية مننداز؟ تقرير ثم نتحدث عن تداعياتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واشنطن هناك طبعا جلسات أو بدء جلسات عزل الرئيس الحالي جو بايدن حدثني قليلا عن رأيك بهذه الجلسات وبهذه المساعي الجمهورية سؤال جيد لا شك أن قضية بوب مننداز لا تضيف أي نوع من الاندفاع فيما يتعلق بالعمل الذي يجب القيام به في واشنطن فمحاولة تصحيح المسارات الداخلية في واشنطن هو أمر صعب بحد ذاته لكن مع وجود سيناتور حالي يشارك في نشاطات شائنة وهو أمر قام به في 2015 لكن هيئة المحلفين قد أبرأته بعد ثلاث سنوات ليفوز بمنصبه متقدما باثنتين عشرة نقطة لذا كل ما يحصل هناك يعطينا فكرة عما يجري في هذه البلاد حاليا فبين إجراءات العزل التي انطلقت اليوم مع جو بايدن على رغم من أن هناك حاجة للمزيد من الأدلة لكن الأمر لا يبشر بالخير ومع دونالد ترامب بالطبع الرجل الرائد في الحزب الجمهوري وقضاياه القانونية يجب أن نستعد لإزالة هذه الطبقات على أمل أن نصل إلى جوهر الأمور وإلى المشاكل الحقيقية وهذا يضم حل العديد من القضايا التي تشمل 330 مليون أمريكي حاليا في هذه البلاد ودكتور كار هنا طبعا نقطة مهمة وأن هناك نتحدث عن قضايا كثيرة بمواجهة الأمريكيين ثم نرى هذا التركيز على ربما المسارح السياسية يعني اليوم إجراءات عزل بايدن ليس لها مستقبل في مجلس الشيوخ صحيح لأن اليوم الدعوات هي في مجلس النواب الجمهوريون في مجلس النواب يريدون هذه الإجراءات ربما لتشتيت الانتباه عن المساعي أو عن الاتهامات المواجهة بحق الرئيس السابق دونالد ترامب كيف ترين هذه المقاربة اليوم في الولايات المتحدة؟ أعتقد أنه غالبا ما تتم الاستعانة بالإلهاءات في السياسة الأمريكية لإبعاد اهتمام الناس عن المشاكل الرئيسية وهنا أعتقد أن الأمر يختلف إذ ربما من الأفضل عدم الاهتمام بقضية بوب ميندز بهذا القدر خصوصا وأن هناك مستويات مماثلة من الفساد والريشا في المحكمة العليا للولايات المتحدة لذا أعتقد بأنهم سيكونون حذرين جدا بالطريقة التي سيعرضون بها القضايا فقد يضطرون إلى النظر إلى قضاياهم الخاصة ومشاركة فضائحهم وهنا ديف في قضية ميندز ربما نتحدث عن هذه القضية ليس فقط في تفاصيلها وتداعيتها بل أيضا في تأثيرها على السباق الانتخابي ولاية نيو جورزي ولاية زرقاء بامتياز مقعد ميندز سوف يترشح بحسب قولهم مجددا في الانتخابات التشريعية أيضا ولاية نيو جورزي فيها انتخابات على صعيد الولاية الشهر المقبل كيف يؤثر كل هذا قضية ميندز على الناخب الأمريكي؟ في هذه المرحلة ليس هناك ما يدل على أن قضية ميندز ستؤثر على بعض السباقات الانتخابية في نيو جورزي على الرغم من أن بعض الناخبين وخصوصا المستقلين المترددين بانتخاب مرشحين من الحزب الديمقراطي يدعمون الجمهوريين أو الديمقراطيين وفقا لمساراتهم لكن السؤال بالنسبة إلى ميندز وبالنسبة إلى الحزب الديمقراطي في ولاية نيو جورزي هو ما إذا ستكون هناك معارك صعبة خلال الانتخابات التمهيدية وما إذا كان سيكون مرشح أم أكثر ضد بوب ميندز فهذه ليست انتخابات عمومية ضد جمهوري بل ضد زميل من الحزب الديمقراطي ويبدو أن هناك على الأقل عضو واحد من الكونغرس سيترشح ضده وهو أندي كيم وهناك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الذين قد صرحوا بأنهم لا يستطيعون دعم بوب ميندز بعد الآن ونعتقد بأنه يجب أن يستقيل هو ينفي الأمر وهذا خياره يمكن أن يبقى في مجلس الشيوخ لكنه يجب أن يتم انتخابه مجددا بعد سنة وربما يحقق مجلس الشيوخ في قضيته ويعزله فلديه السلطة لذلك لكنه لا يمارسها لذا أوصي بأن لا نأمل بذلك طبعا وهذا يضع الديمقراطيين في موقف حرج في الكونغرس وأيضا في البيت الأبيض هنا جاي نعود قليلا إلى موضوع إجراءات عزل بايدن أنت طبعا تغطي وتتحدث عن السياسة الأمريكية منذ زمن كيف ترى هذا المشهد اليوم المشهد السياسي الأمريكي متمثلا طبعا بإجراءات عزل متتالية ما بين إجراءات عزل ترامب وصولا اليوم إلى إجراءات عزل بايدن يعني هي ربما سابقة في التاريخ الأمريكي أن يكون هناك هذا التثلسل من إجراءات العزل في الكونغرس من رئيس إلى الرئيس المقبل أليس كذلك؟ تبدو الأمور مشؤومة أليس كذلك؟ لكنها ليست كذلك لأنه عندما ننظر إلى بعض القضايا البريزة السابقة التي تعود إلى أيام رئيس بلدية واشنطن العاصمة ماريون باري والمشاكل التي عانى منها خصوصا الإدمان أو أيام كلينتن لمدة 25 سنة كل المشاكل التي واجهتهم حتى حاكم نيويورك أندرو كومو الذي تنحى منذ بضع سنوات وقد فعل لأنه كان يعلم بأن هناك احتمالا لعزله أما مؤخرا فلدينا حالة جورج سانتوس الذي يرفض الاستقالة بل على العكس قد صرح بأنه سيترشح مجددا العام المقبل يبدو كأنه هناك نوع من الحرب التي تجري وفي بعض الأحيان ينسى الناس على الرغم مما نراه مع بوب مينندس حاليا الذي صرح خلال مؤتمر صحفي ذاك اليوم بأنه كان يدخل المال لمدة 30 عاما لأعضاء من عائلته في حال تم اضطهادهم كما يقوم النظام الحالي ولكن هل يتوقع أن نصدق ذلك؟ لكن في بعض الأحيان نرى ما يجري وفي العديد من الأوقات ننسى ما جرى هذا ربما ما يعتمد عليه السياسيون في الولايات المتحدة ذاكرة الناخب الأمريكي يعني إذا حدث جاي عن موضوع النائب سانتوس في الكونغرس تقريبا نحن نسينا هذا الاسم كان هناك هذا التركيز الإعلامي المكثف عليه ثم فجأة لم نعد نتحدث عنه يعني ما هو السبب؟ هل هي ربما هذه السرعة في تداول الأخبار مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما هو السبب هذا؟ السبب ليس فقط الأخبار التي تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي غالبا ما تحمل رسائل يمكن التحكم بها بل الشعور بأنه يمكننا أن نتحمل قدرا معينا من الخداع فإذا استمريت في السماع بهذا القدر من الخداع من الحاكم فسأشعر بعدم الأمان أكثر فأكثر بالإضافة إلى مسألة فترة الانتباه القصيرة جدا فالمستخدم العادي لتيك توك يمكن أن يركز 13 ثانية بينما السمكة الذهبية 15 ثانية إذن إن كانت فترة تركيزنا تقل عن فترة تركيز السمكة الذهبية ويمكننا أن معتدى بسرعة نعنى الفساد والريشة فإن معظم الأشخاص سيفكرون في تأمين طعام الليلة لأنه لم تتم معاقبة أحد لكن يجب تسديد هذه الفاتورة وتجنب الإخلاء أو الطرد وطبعا ديف في هذا السياق لاحظنا بأن في خطاب مثلا ترامب في ميشيغن القنوات التليفزيونية البارزة في الولايات المتحدة CNN, Fox News, MSNBC غابت عن تغطية هذا الخطاب هل هناك تعتقد بأن هناك استراتيجية متداولة اليوم للتعتيم على ربما مواضيع متعلقة أو أحداث متعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب؟ أحيانا نعم، ينظم دونالد ترامب العديد من التجمعات ويدلي بالعديد من الخطابات وغالبا ما يضغط على زر الإعادة ويكرر ما قاله في المرة التي سبقت لذا إن استضافة دونالد ترامب وتقديم منصة له لمدة ساعة لا يعد تنظيما جيدا للبرامج التليفزيونية بالنسبة إلى بعض من هذه الشبكات خصوصا إذا كانت هذه الشبكة لا تستهدف الجمهور المحافظة أو اليمينية أو الجمهور الذي يدعم دونالد ترامب وقد يرغب بالاستماع إلى كل ما يقوله لذا تماما مثل قرارات العمل سينتقلون إلى مواضيع أخرى تغطي أمورا أخرى مع ذلك ستتوفر فرص حيث سنرى دونالد ترامب بشكل مكثف وفي كل مكان مع القضايا القانونية التي يواجهها فهذا أمر جديد ولكن أيضا جدير بالأخبار هناك جوانب لا يمكن توقعها إذ لن يكون الأمر التحدث أو التجمع عدد تزوير الانتخابات مجددا أو إعادته للخطابات نفسها مرة أخرى منذ 2015 حيث ترشح للرئاسة للمرة الأولى فهذا هو الفارق وأعتقد بأنه يحب أن نكون مستعدين مع تقدم الأمور فيما يتعلق بالتغطية التلفزيونية طبعا جيو من خلال تغطية الولايات المتحدة نعلم بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يحب الكاميرات يحب هذه التغطية الإعلامية هو مثلا عندما لم يتم بث هذا الخطاب في ولاية ميشيغن بشكل مباشر على هذه المحطات ألم يكن من الأفضل له المشاركة ربما في المناظرة الجمهورية الثانية للحصول على هذا الوقت أمام الكاميرات؟ مجددا عندما تكون متقدما بخمسين نقطة في استطلاعات الرأي ويمكن أن نقول ما شئنا عنها ربما نفكر بأنه ليس من الضروري لي أن أشارك في المناظرة بما أنهم سيقومون بمهاجمة بأي حال لذا سأعود إلى مسار حملة الانتخابية وأقوم بما يجب إذا ما نظرنا إلى مختلف الولايات لدينا تجمع الأحزاب بآيوة في الخامس عشر من يناير لدينا آيوة ونيوهامشير حيث يحتل الطليعة بفارق كبير يتعدى الخمسين بالمئة هذه هي العقلية في الأساس نحن منقسمون في هذه البلاد منذ زمن طويل ولسوء الحظ تختار الشبكات بتغطية حدث ما استنادا إلى الانتماء وإلى الفرد نفسه وما يمثله إذا ما عدنا إلى أيام رئاسة دونالد ترامب وكان يعقد المؤتمرات الصحافية كل يومين خصوصا خلال فترة الجائحة كانت هناك شبكة واحدة في الحقيقة التي كانت تغطي الحدث والمشكلة في هذا البلد أن هذا التصرف يخلق انقساما فنحن أمة منقسمة في أعين الإعلام بحسب تقديري وبالعودة إلى الزمن القديم والشخصيات الإعلامية التي كنا ناثق بها فإننا لا نملك ذلك اليوم وأعتقد أنه استنادا لما رأيناه إن الانقسام في هذه البلاد هو لسوء الحظ الذي يؤثر على التغطية الإخبارية طبعا جيل وهذه الانقسامات تتعمق بشكل أساسي يوما بعد يوم هنا في الولايات المتحدة ذكرت طبعا التواريخ الانتخابية المهمة في ولايتي آيوة ونيوهامشير لدينا هنا تقرير عن أبرز تواريخ السباق الرئاسي من التجمعات الانتخابية إلى المؤتمرات الحزبية نشاهده معا ثم نختم هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر